الله، 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 سبحان الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون صدق الله العلي العظيم مواضيع مختلفة في هذه الآيات التي تلوناها أول موضوع موضوع القيامة والبعث والمحكمة الكبرى التي يقيمها رب العالمين لحساب الناس في يوم القيامة هؤلاء المشركون كانوا ينكرون ذلك من الأشياء التي كانوا ينكرونها موضوع البعث والنشور والحساب والكتاب والجنة والنار الله سبحانه وتعالى يجيبهم بكلمة هم كانوا يستدلون باستحالة ذلك أنه هذا محال العظام عندما تصبح متفتته ويتبدل الإنسان إلى تراب كيف تستطيع قدرة أن تبدلها أو تخرجها أو تحييها مرة أخرى هنا أنا أكو بحث أنه الله سبحانه وتعالى كيف يخلق هذه موجودة في بعض كتب الكلام، علم الكلام، والفلسفة، والفلسفة، وغيرها؟ الآية القرآنية هنا في سورة النحل وفي غير هذه السورة تقول ببساطة كن فيكون الآن العلماء يقولون يعني شنو كن فيكون هل الله سبحانه وتعالى يصدر صوتا يخلق كلمة كلاما يعني يتلفظ مثلا طبعا نحن نعتقد أن الله ليس بجسم ولا يمكن لعقلنا القاصر أن نصل إلى كنه وجود الله سبحانه وتعالى فقط نعلم أن هناك قوة قادرة حكيمة عليمة خبيرة مسيطرة ربة خالقة ورب على هذا الكون كله هذا يكفي أما بالنسبة إلى الإرادة والمشيئة هذا بحث طويل في علم الكلام أنه ما هي الإرادة الإلهية ما هي المشيئة الإلهية هل هي بخلق صوت بأمر مثل أنا الآن مثلا أريد من ابني من باب المثال أريد يروح يفتح الباب أقول له ابني روح افتح الباب فأخلق صوتا أو أتكلم بكلمات هل هذا الشيء أيضا ينطبق على الله سبحانه وتعالى قبل أن أشرح هذا الموضوع أقدم لكم مقدمة في هذه الأمور العقل قاصر عقلنا نحن البشر قاصر ليش لأن من الغيب أنا أمثلكم مثال آخر بعدين نرجع إلى هذه المقولة نحن عقلنا يقول أن الله خلق هذا الكون وحتما لغاية لهدف الهدف وين الآخرة فحتما أكو حساب وكتاب ومحاكمة وتدقيق لكل الأمور هذا العقل يوصل إلى بعدين يوصل إلى أنه الذي أطاع الله يؤجر هذا من العقل يوصل إلى قال آل كلكم بهذه المقولة تعتقدون أن هناك جنة وهناك نارا أما تفاصيل الجنة شنو كم شجرة بيها كم قصر يعطونه كم حور العين كم نهر بيه النهر من عسل أو من هذه التفاصيل العقل لا يصل إليها أبدا ما ممكن يعني أنت من الآن إلى الصبح مع كل العقلاء والفلاسفة يقعدون يستدلون بأدلة عقليها أنه هناك أنهار في الجنة بأي دليل أنا أقول ماكو أنهار مثلا الآخر يقول الذي يصلي ركعتين في ليلة الجمعة مثلا بعقله ليس رواية ها تجيب رواية أو حديث يعطوه مثلا خمسة قصور من هو يقول أنا أقول ما يعطوه لا أنا عندي دليل ولا أنت عندك دليل دليل عقلي يعني الحال شنو الحال الرجوع إلى القرآن الرجوع إلى الأحاديث المعتبرة المتواترة الصحيحة في العقائد هنا لم أفتح قوس في العقائد اللي منها هذه اللي نتكلم حولها شنو هي الإرادة الإلهية ما هي المشيئة الإلهية شوية الليلة التفتوا أكثر وأنتم ملتفتون دائما هذه الأمور لا يصل إليها العقل ولا الفكر ولا الأدلة الفلسفية العقلية العرفانية أي شيء تريد صحيح أو باطل ما ممكن أصلا لأنه من الغيب الغير معلوم فقط الذي يصل إليه الحق العقل فقط أصله المعاد أصله أن هناك شيء اسمه معاد أما بالبرزخ شلون يسألونه عزرائيل شلون يجي يسحب روحنا مثل ما اشرحت أعوان عزرائيل ما أدري سؤال منكر ونكير هذا العقل ما يوصل إليه في العقائد أرجع إلى الكلمة الأخيرة اللي نسيتها العقائد لا تثبت إلا بآية محكمة أيضا مو متشابهة وإما بحديث صحيح متواتر أو معتبر أو متاخ بالقراءة إنسه هذا بحث حوزوي ما علينا به فجيب لي دليل من الحديث المعتبر والحديث لازم لا يناقض القرآن أيضا بعض الناس يتهمونه يقولون هذولة عقائدهم من الأحاديث اللي مو معلوم ضعيفة فلان لا بشرط أن الحديث الذي نأخذه للعقائد يجب مثلا واحد يجيب لك في الحديث أنه في ليلة الجمعة هذا العمل مستحب هذا مو يعني مو في شيء مهم أما في العقائد المهمة يجب أن يكون حديثا معتبرا ومحكما وصحيحا ولا يناقض آيات القرآن إذا شوية ضد فكرة قرآنية لا نقبلها هذه عقيدتنا نحن الشيعة فتمسكنا بالقرآن تمسك قوي نجي إلى هذا بالنسبة إلى الإرادة أكو حديث في عيون أخبار الرضا هذا الكتاب جدا لطيف إذا واحد عند وقت يأخذه ويقرأه كله من الإمام الرضا صلوات الله عليه أم بتاريخ أم بقصص وحكايات من أيام الإمام الرضا حتى قضية دعم مثلا ووفود على الإمام الرضا موجود بها أم روايات بها وأيضا بها أشياء من الاحتجاجات الرضوية سلام الله على الرضا عليه السلام الاحتجاجات التي كان يحتج بها على العلماء في مجلس المأمون صفوان بن يحيا يأتي إلى الإمام الرضا سلام الله عليه ويقول يا ابن رسول الله أخبرني عن الإرادة نحن بحثنا شنو البحث هنا إنما قولنا لشيء إذا أردناه الله يقول إذا الله يريد شيء أن نقول له كن فيكون نقول يعني شنو يعني يقول الله يعني يخلو الصوت أخو الله أخو مجسم ولكن هذه العبارة شوية ضيقة يعني كأنه نفهم منها أن الله عندما يريد شيء يعني أول يفكر أستغفر الله أنا دا أمثلها هذا معقدتنا بعدين نجي على العقيدة الصحية يعني مثل البشر يقعد يفكر الآن أنت إذا لم تريد تسوي شيء شا تسوي أول شيء تروي يعني تفكر مع نفسك هذا الشيء أسوي هذا السفر أروح بعد العيد أروح إلى الرضا ما أروح إلى الكربل إلى المدنين تفكر بعدين تصمم بعدين تقرر بعدين تستشير مثلا قبل القرار بعدين تأخذ تذكرة بعدين إلى أنه تروح تبدأ بالسفر هذه مراحل بها بعد ظاهر الآية إنما قولنا لشيء قولنا لشيء إذا أردناه يعني عندما نريده نريده أن يتحقق يعني نريد أن نخلق نجمة أخرى كوكب آخر مثلا نريد أن نخلق عيسى عليه السلام من دون أب مثلا أو نريد يوميا يوميا الله ده يخلق كل يوم هو في شأن يعني الخلق مستمر هاي النطف الموجودة دائما تتحول إلى أولاد خلق دائما أكو شن سوي النقول نقول يعني قول بعد له للشيء الذي نريده كون فيكون هذا علماؤنا وأئمتنا قبل علماؤنا يقولون من ضيق اللغة اللغة العربية واللغة غير العربية أيضا ضيقة ليش؟ لأنه في هذا الكون كل شيء في هذا الكون ضيق عيننا إحنا ضيقة يعني ترى إلى هذا الجدار وراء الجدار ما نقدر نشوف سمعنا ضيق نسمع ما في هذه الديوانية وراء هذه الديوانية لا نسمع إحساسنا لمسنا ذوقنا كل هذا كل الأحواس الموجودة في الإنسان ضيقة الأفق اللغة أيضا من البشر أيضا ضيقة يعني هذا التعبير القرآني من ضيق اللغة لأن اللغة لا تكون لغة تعبر فكيف نفهم؟ نرجع إلى الروايات المعتبرة عن الرسول محمد صلى الله عليه وآله وعن أهل بيت النبي صفوان يأتي إلى الإمام الرضا يقول سيدي أخبرني على الإرادة عن الإرادة من الله ومن الخلق يعني فرق ميز يا ابن رسول الله الإرادة عند الله شلون والعرادة عندي وعندك كبشر الخلق خوش سؤال هذا يعني هل تشبه إرادة الله تشبه إراداتنا نحن عندما نريد نسوي إرادة نفكر نروي نحلل منا منا إلى أن نقرر الله مش شكل أستغفر الله الآن بس ما أقول أنت تقولوا الله بس كيف يعني فقال عليه السلام الإرادة من المخلوق نحن المخلوقين شلون الضمير يعني نحن نظمر شيئا نفكر شيئا نتروى الضمير وما يبدو له بعد ذلك من الفعل يعني أن أقعد يعني أن أقعد أفكر حتى الآن أفكر بس شنو بشكل سريع أفكر أن أقول هذه الكلمة هذه الكلمة هذه الكلمة هي تروية بيها الإرادة من المخلوق الضمير وما يبدو له بعد ذلك من الفعل يعني شيئا يعني شيئا أكو التفتوا هذا شوية دقيق الليلة أكو شيئا إرادة وأكو شيئا اسمه فعل أنا أنزل من المنبر أقف لحظة أفكر أروح عند السيد أو ما أروح بعدين عندما أفكر أتروى أقرر بعدين أروح فالفعل وين يجي الفعل يجي بعد الفكر بعد الإرادة فأكو شيئا إرادة وفعل إرادة وفعل وأما من الله وأما من الله عز وجل فإرادته إحداثه ماكو فصل بين الإرادة وبين الفعل مو واضح واضح إذا واضح صلوا على محمد يعني كل هذا اللي قريناه من باب تقريب المعنى إذا أردناه أن نقول له كن فيكون يعني مو أنه أكو إرادة بعدين نفكر بعدين نقول بعدين يصير يكون كل هذا مو صحيح مو أنه الآية مو صحيح اللغة ضيقة التعبير جاي هالشكل أما الحقيقة هذه فإرادته إرادته من الله سبحانه وتعالى فإرادته إرادته إحداثه مو أنه يقعد يريد ثم يحدث ولو بفاصل لا إرادته إحداثه لا غير ذا ليش؟ لأن إذا أنت قلت أكو إرادة وأكو إحداث صار شنو؟ صار ازدواج به يعني الشيئين والله لا يتجزأ حتى إرادته وفعله لأنه لا يروي يعني ما يفكر ولا يهم أو يهم إحنا عندنا اهتمام يعني أول شيء نفكر بعدين نهم يعني نصمم نقرر ولا يتفكر إحنا نتفكر أو نفكر وهذه الصفات منفية عند الله وهي من صفات الخلق المخلوق هو الذي يفكر ويقرر ويصمم ويتروى وبعدين يفعل شيء حتى واحد يريد يضرب واحد مثلا لحظة واحدة يفكر بعدين يضرب أو يعطي هدية وارد لواحد دا يفكر بعدين يعمل العمل أما الله إرادته خلقه أو إحداثه فإرادة الله تعالى هي الفعل لا غير ذلك عندما نقول أراده يعني فعله أراده يعني خلقه أصلا ماكو شيء يعني يعني يقول له كن فيكون طيب فشنو كن فيكون شنو صار هنا بلا لفظ يعني مو هنا يصدر لفظ يقول يا عيسى كن هي كل ما موجودة أصلا بلا لفظ ولا نطق بلسان ولا همة اهتمام يعني ولا تفكر ولا كيف كيف ما بي أصلا كيفية كما أنه بلا كيف نرجع إلى الآية نبدأ من الأول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقسموا بالله جهد أيمانهم طبعا إحنا بدل ما نشرح الآية الأولى نشرحنا الآية الثانية عفوا نرجع إلى الآية الأولى وأقسموا منه المشركون أقسموا بالله جهد أيمانهم الأيمان جمعوا اليمين يعني حلف يجوا عند النبي يحلفون بجهد يعني شنو يعني أغلظ القسم باللات بالعزة بمن خلقني بس هنا أكو شوية حد شي هذول كانوا يعتقدون بالقسم أو كانوا بالقسم بالله أو كانوا يعتقدون بالقسم بالأصنام عادة المشركين في مكة ما كانوا يقسمون بالله يقسمون بأصنامهم باللات والعزة هنا جاي وأقسموا بالله أكو تفسير أن الفطرة كانت تجرهم تسوقهم إلى القسم بالله من دون إرادة يعني لأن كانوا يعتقدون بالله في أعماقهم لكن كانوا مشركين هذا تفسير التفسير الآخر أنه هذه الآية صحيح ظاهرها بالنسبة إلى قريش ويقول لكن واقعها بالنسبة إلى الإمام الحج عن جل الله فرج شلون سأشرح وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت يعني بالرجعة هذا رواية بها يمكن أن نقول أنه تفسير هذه الآية بالنسبة إلى قريش وتأويله بالنسبة إلى عهد ظهور الإمام في عهد ظهور الإمام أنا شارح لكم في السنوات السابقة إذا تذكرون أنه أكو شيء عندنا نعتقد بالرجعة الرجعة يعني عند ظهور الإمام بعض المؤمنين ما كلهم ليس كلهم وبعض الكافرين الظالمين مو كلهم يحيون مرة أخرى من قبورهم يبعثون بأمر من الله بقدرة الله بقدرة الله سبحانه وتعالى ليجزى الكافر ويثاب المؤمن هذه عقدتنا ومن أولئك الذين يبعثون أيضا أصحاب الكهف مثلا يبعثون مثلا الأئمة سلام الله عليهم وفي رواية أن الحسين أول من يبعث بعد الإمام التفاصيل حول الرجعة موجودة في عقدتنا وهذا ما به شيء الله قادر على كل شيء يريد يجزي المؤمن يكافئ المؤمن الذي ظلم مثلا ميثم التمار يريد يكافئ أصحاب الإمام الحسين يريد يكافئهم أصحاب الكهف يريد يكافئ شنو بها يعني يعني بها شيء لا قدرة الله وأكو آيات كثيرة تدل على منها هذه الآية طبعا على رواية لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا الله وعد المؤمنين أن يحييهم في الرجعة ولكن أكثر الناس لا يعلمون هذا إذا نرجع إلى تأويل الآية أما التفسير لا قريش كانوا يقولون الله ما يقدر أستغفر الله أو لا يمكن أن يحيى ليش الإنسان لا يحيى بعد موته كيف يحيي العظام وهي رميم الله يقول ليبين لهم الذي يختلفون فيه القيامة تقام والمعاد حتمي وعد حق من الله ليش أصلا ليش تقام القيامة ليبين لهم الذي يختلفون فيه في هذه الدنيا إخواني اختلافات واحد يقول أنا على حق الثاني يقول أنا على حق الأديان مختلفة الأحزاب مختلفة الرؤى مختلفة الأفكار مختلفة والسياسة مختلفة والاقتصاد هم جاي داخل بالسياسة إلى آخره هناك منه يبين أنه شلو الحق هش كلنا نموت ونروح من عرف شلو القصة إحدى أو أحد أهداف قيام القيامة تبيان الحق ليبين لهم الذي يختلفون فيه هذا واحد ثانيا وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين الكفار كذبوا على الناس كذبوا على أنفسهم خدعوا الناس خدعوا أنفسهم ظلموا أنفسهم ظلموا الناس هاي كلها تروح سدى لا تقوم القيامة حتى الله يبين الحق كثير من الأنبياء قتلوا كثير من الأولياء قتلوا استشهدوا الأولياء الأصفياء كل هذا يروح سدى ما يصير لازم أكو يوم يأتي يتبين الحق يعني مثلا فاطمة سلام الله عليه أنا دائما عندما أقرأ هذه الآية وغيرها المشابة أتذكر حق فاطمة سلام الله عليه هذا الحديث الذي نرويه وترويه علماء السنة أيضا يروونه في بعض كتبهم أن فاطمة لا يعرف قدرها لا يعرف قدرها أما يوم القيامة يقال للمحشر نكسوا رؤوسكم كل الناس لازم تنكس رأسها تعظيما لهذه المرأة العظيمة فإن فاطمة تأتي في ذلك الحفل العجيب على دواب من نور نكس نكس رؤوسكم فإن فاطمة تجوز إلى المحشر وتأتي سلام الله عليها إلى باب الجنة أدخلي يا أمت الله قل ما أدخل إلا أن أشفع في شيعته سلام الله عليك يا زهراء هذا لازم يتبين يوم الآن نحن مختلفين حوله بعض الناس أمرأة شوية صارت مريضة وماتت خلص هل شكل بنت رسول الله سلام الله عليها هضم حقها اغتصب حقها هذا خلاف أكو بي بين الأديان أكو خلاف بين الظالمين والمظلومين أكو خلاف متى يتبين هذا ليبين الله يوم القيمة ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا كفروا بالحق كفروا بالبينات كفروا بالكلمة المطلقة أنهم كانوا كاذبين هناك يتبين طيب الإشكال اللي أخذوه شنو الإشكال كيف تقوم القيامة كيف هذه العظام الرميمة تحيا مرة أخرى من القبور وتبعث من القبور كيف الجواب إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون هذه هذه مكررة في كم آية من القرآن أيضا وعرفنا تفصيل كن فيكون شلون شنو صار تفصيل الإرادة الإرادة الإلهية مئات التي تليها والذين هاجروا صور اليوم سلام الله عليهما على خديجة هذه المضحية اليوم شفت رواية جدا لطيفة واحد دزلي بالجهاز هذا قال أنه رواية أكو أن خديجة عندما أتاها يعني حالات الموت تدرون أنه كانوا في الشعب ذول كانوا محاصرين فجلس عندها رسول الله صلى الله عليه وآله خديجة قالت عندي وصية يا رسول الله قال لها قولي يا خديجة شنو وصيتك قالت أول شي أريدك أن ترضى عندي أن ترضى عني الرسول قال لها أنت أنا راضي عني بتفصيل أنا ما أريد أقرأ الرواية بتفصيلها هذا جدا درس بي يعني تربية للنساء والرجال بعد ذلك قالت أنا أخاف من المحشر أخاف من القابر أخاف عن هذه الروايات التي تعطيها أريد قميصك عندما ينزل عليك الوحي هذا القميص تعطيني حتى أنا أخلي في كفني قال لها رسول الله الآن أجيب لك قميص ثوب يعني جبرائيل نزل في نفس الوقت قال يا رسول الله كفن خديجة من الجنة الله أمرني أن أأتي بثوب من ثياب الجنة هذا لكون كفن فأنت اجعل ثوبك يا رسول الله الملصق لبدنها وخلي هذا الثوب اللي أنا جايب من الجنة أيضا كفنان خديجة كفنت بكفنين ثوب رسول الله والثوب الذي أتى به جبرائيل من الجنة نرجع إلى كلامنا النبي ما كان عند أحد في مكة غير أبي طالب هذا المدافع المضحي وخديجة سلام الله عليها وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب وثل من الأصحاب المنتجبين الخلص فكانت ضغوط تصير النبي أجازة لهم بالهجرة أول هجرة وين صارت تدرون بعد إلى الحبشة إلى النجاسي بقيادتي الشحم البطل أيضا المظلوم أنتوا الكويتين تقدرون ترحون إلى زيارة جعفر بن أبي طالب في مؤتة في الأردن روحوا في مؤتة قبره مشاد هو وعبد الله بن رواحة سلام الله عليهم جعفر بطل عظيم فجعفر أخذ ثلة وجاء بهم إلى الحبشة ويقولون أنه كم مرة صارت هذه الإجراء للحبشة مو مرة واحدة يعني كم جوقة راحوا كم فرقة أما هذه الآية تشير إليهم وإلى المهاجرين إلى المدينة والذين هاجروا في الله يعني فقط في سبيل الله صهيب منهم يجي قال أنا ما عند شيء عند شوية بيت وغراض واموال لأن كانوا ما يخلوهم ممنوع الخروج كانوا ممنوعين من الخروج من مكة لأنه يدرون هذول يروحون ويلتحقون بالنبي فقال ياابا هذا أموالي كلها لكم بيتي لكم غراض لكم بس خلوني أروح هالشكل كانوا في زمن الرسول مجاهدين كانوا هو مثل والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا في مكة يعني لنبوئنهم في الدنيا حسنة لعطيهم مكان حسن مو مكان يعني بيت يعني ثواب حسن في الدنيا ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون يستمعوا يدرون شكوا في الآخرة هذول المهاجرين هذول شين يسووا الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون طيب أنا ردت ليلة أقرأ الآية الأخرى بعدين أشوف الساعة داهمتنا إن شاء الله غدا نكمل قضية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وهم محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الموعظة الأخيرة حول صلة الرحم لأنه أنا شفت لازم شوية أتكلم حول صلة الرحم لأنه أشوف بعض الأصدقاء يعني يحجون أنه أنا زعلان ويا فلان ويا فلان هذه مو صحيحة ترها وهذا شهر رمضان شهر الرحمة شهر البركة فرصة ثمينة حتى إذا ما استقبلك رحمك روح سلم عليه خاصة الذين يقربون إليكم أكثر فأكثر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول خافوا من الله ينذرنا عن معصية الله خافوا من عقاب الله وإلى الله يخوف عقابه بمعصيتنا يخوف خافوا من الله وصلوا الرحم شوفوا مقارنين الخوف من الله مقارن لصلة الرحم فإنهما في الدنيا بركة وفي العقبة مغفرة بعدين قال رسول الله وفي صلة الرحم عشر خصال وحدة منها تكفي فكيف إذا عشر جوائز به صلة الرحم وفي صلة الرحم عشر خصال رضى الرب يكفي يكفي أتصور بعد ما أقرأ التسعة بس خوف الرسول يقول اقرأ بلغ ما قلته وإلا هو رضى الرب يكفي الله يرضى عنا إذا وصلنا رحمنا وفي صلة الرحم عشر خصال رضى الرب وفرح القلوب لوما يصير صلة الرحم شنو يصير القلوب تفرح خاصة الإخوان يلتفتوا الأولاد الصغار يفرحون أنا شايف هذا فلان زعلان ويا أخو الأولاد شنو مصيبتهم شنو مشكلتهم يعني صير نزاع بين عائلتين الأولاد يتألمون لوما يشوفون هذا الأب هذا الأخ اجعد أخو أو هذه الأخت اجت عند أختها الأولاد يفرحون وفرحوا القلوب وفرحوا الملائكة الملائكة تفرح إحنا نسوي صلة رحم الملائكة تفرح بعد الرابع ثناء الناس أنت لوما تشوف واحد يتنازل يتواضع يروح إلى رحمة يسلم عليه حتى إذا ذاك ما جاوب أنت والله هذا خوش أخلاق عنده ثناء الناس وترغيم الشيطان أنت كأنه ترغم أنف الشيطان يعني الشيطان يريد يجعل نزاع بيننا أنا لا أروح أسلم على رحمي هذه خمسة ستة وزيادة العمر الله يزود يطول في عمره وزيادة الرزق الرزق بيد الله أنا قايل كل مرة في كل سنة الرزق مو من جهودنا جهودنا وسيلة وإلا كل من الله إن الله هو الرزاق هو مو غير يعني وزيادة الرزق وفرحوا الأموات أبويا ميت الله يرحم الله يرحم أمواتكم لمن يشوف أنا رحت زرة أرحامي الميت يفرح أجدادنا جداتنا أمهاتنا آبائنا يفرحون في القبر وزيادة المروة المروة يعني المروة المروة يعني شرف الإنسان كيان الإنسان إنسان أكو بعض الناس شرفاء عدهم مروة شرف كيان محترم بعض الناس لا ولا واحد يحترمهم زيادة المروة وزيادة الثواب كم صار عشرة خصال عشرة خصال لزيارة واحدة خمس دقائق تروح تزور أهلك رحمك والرحم يبدأ من الأب والأم خبعد ذلقه على رأس الوالدين الإخوان الأخوات الأعمام أولاد العام بنات العام هذا الشكل إلى ما أكثر كل هذا الدرس لنا خاصة في هذا الشهر الفضيل اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم أحسن عواقبنا اللهم اجعل عواقب أمرنا إلى خير اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآل محمد الله 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 سبحان الله 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 شكرا